بسم الله صلاة والسلام وعلى أشهر في خلق الله سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم أهلا بكم نستكمل ما بدأناه في الباب الثالث شابت النمبر سريع يعني احنا وصلنا لغاية انه الشرط بتاع نونت فورس مفيش قوة يعني سميشن اوف فورسز هنا مدام قال لك نيت فورسز تمام نونت فورسز يعني سميشن اف تساوي زيرو تساوي سفر وفي هذه الحالة كنا احنا ايه يبقى المركز two components of f اللي هي الف اكس بتساوي سفر وبرضو f y تساوي زيرو يعني لازم هتعامل دائما بالحالتين دولة تمام انه component of f باتجاه x in x direction 0 and component of y in y direction برضو we have already looked at situations where the net force zero ترمين the magnitude of the forces acting on and on each of the two kg masses at rest bloom ايه معنى الكلام ده احنا عندنا هنا بيقولك بيقولك determine وضح او عين او حدد magnitude of the forces مقدار القوة القوة المؤسرة على جسم هذا الجسم 2 كيلو جرام كده 2 كيلو جرام عند ايه؟ عند كذا situation كذا حالة لكن في هذه الحالات كلها الجسم في حالة اتزان الجسم عند حالة ايه؟ الاتزان طبعا هنا الاتزان ده معناه ان الجسم متزن تحت اسير مجموعة من القوة تمام؟ والقوة هذه القوة اذا كانت القوة مستوية ومتلاقية في نقطة وتكون محاصطها تساوي زيرو واذا كانت هذه القوة تمام؟ يعني اذا كان هناك قوتين مؤسرتين في جسم وهتان القوتان متوازيتين ومتساويتين ومتضاطين في الاتجاه فان الجسم لا يتزن بل يكتسب حركة دورانية برغم ان هاتين القوتين بساوي سفر الا ان الجسم برضو يتحرك لكن احنا الخلاصة ان الجسم الصلب بيتزن تحت اسير مجموعة من القوة اذا كانت هذه القوة مستوية ومتلاقية في نقطة والصميشن بتاعها محاصلتها بالساوي كام بالساوي زيرو يبني عندك هذه الحالة الحالة الاولى هذه الحالة التانية نمبر تو نمبر سنين نمبر فور هذه الحالات مختلفة الكتلة واحدة كتلتها اثنين كيلو جرام وكل الحالات هذه الحالات يعني انستاتيك اكواليبريم في حالة اتزان فنحن نريد مجموعة منحدد القوة التي تؤثر على هذا الجسم عند كل حالة اهي الحالة الاولى الحالة الاولى هنا هذا الجسم نفس الجسم الاولان نقلنا عليه هذا الجسم موجود على ماسة موجود على تابل تمام هذا الجسم كتلة كام 2 كيلو جرام فلما ترابع في عشرة تضيك 20 نيوتين يبقى الام جي وزنه بكم وزنه ب20 نيوتين لكن نرجع للشرط المهم جدا ان محصلة القوة الف المؤثر على هذا الجسم يسوي 0 لان الجسم يعني X component of force بسوي 0 وال Y component بسوي 0 وزنه أن نقوم بسوي 0 ويجب ويجب وزنه يجب قوة ترد إلى أعلى ن وزنه ن وزنه وزنه ن وزنه 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 المجموعة القوة E مجموعة القوة أتيت or و 0 كوروة رد الفعل رد الفعل الجسم يكون محطود في حالة اتزان في حالة اتزان مثلا الموجود على ذرابيزا رد الفعل وزنه إلى أسفل وهذا يوجد قوة يوجد القوة الموضوع القوة حال التمتلك الذى أجهزة القوة بالتفجير القوة في مجموع القوة بالتجاه هي القوة تأثر بالتجاه هي قوة للفعل الى اعلى هي N و قوة الوزن الى اسفل هي MG يمكنوا أن يدفع مجموعه و الان م باتنين نضبها في الجيل تصرع الجزب الارضية الديني 20 نيوتن يمكن ترد فيه الفعل القوة المؤسرة على الجسم في هذه الحالة نأخذ الجسم الثاني الجسم الثاني هذا معلق تمام اهو في قوة شد الى اعلى تي وان وتي تو الاف اكس برضو دائما اف اكس واف واي بساوي سفر اكوال زيرو تمام سمشها اف واي بساوي زيرو قوة الشد الى اعلى تي وان بلاس تي تو واتاني يعاكسها وزن الى اسفل مينس ام جي بساوي زيرو هذه مجموعة القوة الى اتجاه واي قوة الشد الى اعلى تي وان بلاس تي تو مينس ام جي قوة الوزن الى اسفل تحت الكرة بساوي سفر لكن小emas التب Höل البابة الى اسفل يكن السباقى يبدا هل قوة وت dolph that's which sign somebody else علىn aggressively يبدا منها تي وان باسفل التوبة تي وان بلاس تي تو وان بأسفل التوبة اتجاه واي بين السباة والموت واللي Line T one plus T two minus t lies zero فالأمي جي قوة تي وان بلاس تي بيساوي ام جي anno م ناحل والموتaga يبدا ونهل من Pvogاء الى ابنتينagem到 الثاني تي بيساوي ام جي الامجي بكام؟ الامجي بـ 20 نيوتن في هذه العالة معنى إذا كانت القوى الشد في الخيض في كل منهما تفايل الخيض بساوي 10 نيوتن دائما يمكنني مجموعة القوى في هذه الحالة نأخذ حالة أخرى حالة الثالثة حالة الثالثة أن الجسم يميل بزاوية 60 اهي ادت الزاوية 60 وفي حالة التزان ادترس الجسم عندما يميل بزاوية 60 انا دائما ننقوه بتاعتي اما في اتجاه X اما في اتجاه مين؟ Y اهي لكن الله انا عند مجي الجسم ده كتلة اثنين كيلو جرام له وزن الى اسفل مجي نجد ان مجي لا هي في اتجاه X ولا في اتجاه Y لا انا ادي اتجاه X اهو ده اتجاه X والعمودي على هذا الاتجاه لان انا رسمته هو Y اهو ومجي لا في اتجاه X ولا في اتجاه Y وما في اتجاه مين؟ في اتجاه يميل بزاوية 60 لان هذا التنازل بالرأس على اتجاه X لما نحلل هذه القوة لان هذا الاتجاه ومجي ساين ومجي كوزاين اهي مجي كوزاين 60 طبعا دي الزاوية هنا هنا الزاوية 60 اهي مجي كوزاين 60 لما ادي مجموعة القوة اللي عندي لما نجد ان ان قوة رد الفعلة الى اعلى اللي هي الان تتساوى مع الام جي كوزاين ادي الان و ادي الام جي كوزاين هم اتجاه عكس بعض والجسم في حالة اتزام في اتجاه Y لان محاصلة القوة في اتجاه Y بكام بساوى سفر اهي F Y بتساوى زيرو ده معنى ذلك ان الان بساوى ام جي كوزاين 60 ده معنى ذلك ان الان بكام ام جي كوزاين 60 هنعود عن الام جي بنجد ان الان بتساوي 10 نيوتنس 10 ايه 10 نيوتنس لان اتجاه اكس انا عندي قوة اللي بتحرك الى اسفل وقوة الى اعلى تمام اللي بتعيخ الحركة لان مدام الجسم موجود على سطح مائل ولا يتحرك ده معنى ان في قوة احتكاك بتمنع الحركة اللي يبرتموز له مثلا بالرمز F يبقى Fx اللي بتحرك الى اسفل منس F ده بتساوي 0 لان مجموعة القوة في اتجاه X يبقى Fx يبقى Fx القوة اللي بتمنع الحركة تساوي القوة التي تساعد على الحركة او المسببة تساعد على الحركة طب الـ Fx بكام الـ Fx بيساوي مجي ساين ستين لما نعوض عن الـ M تمام الـ M والجي والساين ستين بنجد ان الـ F اللي هي قوة احتكاك اللي تعيق الحركة تمام في هذه الحالة حسبنا مجموعة القوة المؤسرة تمام مجموعة القوة المؤسرة على الجسم في هذه الحالة جسم لكن كل قوة لها قيمة ف F F F قوة محركة قيمة وقوة رد الفعل لها قيمة نأخذ الحالة الرابعة الجسم معلق بهذه الصورة معلق بالصورة مثل اشارة مرور يجب ان الجسم له وزن الى اسفل وفي قوة شد الى اعلى لها تي وان لا اعلى لكن بتميل بزاوية 30 وفي قوة شد تي تو بردو بتميل بزاوية 30 نحن هنا سنقوم بحلل القوة دي اهو اتجاه نحللها وبرضو بنحلل القوة في هذا اتجاه اكس اتجاه واي لان انا باخد دائما مجموعة القوة في اتجاه اكس ومجموعة القوة في اتجاه واي مجموعة القوة في اتجاه اكس ومن القوة في اتجاه اكس اقcke مجموعة القوة في اتجاه اكس الان تي وان اكس اهى وكانها تي تو اكس سوف نقوم بتروس كام معنى wyLS لان الجسم في حالت السكون يجب ان القوة الشدة في اتجاه اكس تورس لان تي في اتجاه , اقسم بن loc طب قوة الشدرة بالقوة المؤسسةplingين برضو beni الدشرين جنة Look who shows prawbone القوة التجاه Y. القوة التي تجاه Y0 تجاه T2x يبقى هنا برضو TI2 역시 T1x هنا T1另外 Tt2x هنا أي T1y يعني كلا هما بها اتجاه واحد وبعدماطنا يمكنداء انتهى M plus T2y منعمل 상alling Mg-Mg0 그다음에 T1y بساوي T2Y لانهما الجسم برضو متزن تمام الجسم ايه في حالة اتزان طبعا هنا الTY هي الساين فالساين يبقى T1 ساين ثلاثين و T2 ساين ثلاثين فكلهما يبقى T1X و T1Y بساوي T2Y يعني حموز لما سيبقى T2Y عضل بساوي MG بساوي عشرين الTY على T بالساوي كام بالساوي ساين ثلاثين اللي هي مقابل على وطر مقابل على مين على وطر تمام يعني انا عندي الوطر اللي هو حيبها مثلا T هو المقابل في هذه الحالة انا بعوض واجيب واقدر احسب T واحدية تطلع T 20 نيوتن طبعا هنا امتى T1Y بساوي T2 لا تحضر T1Y بساوي T2Y من الوقت حالة تطلع T1Y بساوي T2Y نقوم بساوي T2Y اخذ هذه الحالة بساوي أراد الكتلة 2 kg ومدرب 30 30 degree تطلع T2Y نعم نحصل على نفس القصة ونلاحظ ان Y Components cancel طبعا ان مركبة Y ستتصرف T1 Y و T2 Y بسبب عام لان حسبنا نحضر نحصل على مثل هذا الجسم 20 نوتن وزنه 20 نوتن برضو معلق من اعلى جهاز قوة الشد تميل بزاوية التقليل على الهوريزنتل اكسس هنبتدي نحسب اما حصلت القوة في تجاه واي اف واي بساوي زيرو. ايه القوة في تجاه واي? تي وان واي مينس ام جي. تي وان واي لان دي هحللها الى ايه? تي وان اكس وهنا برضو هتوبة تي وان واي. فدي اكس دي يبا تي وان واي مينس ام جي بساوي زيرو. يبا تي وان واي بساوي ام جي. ليساو كم? تونتي نيوترز الان الكتلة في التسارع. اثنين في عشر هدول. تو تايمز تن. تمام? برضو نفس الكلام سين سيرتي بساوي تي وان واي على تي وان. يبا تي وان بساوي تي واي على سين تلاتين بساوي에 nouns. في تجاه اكس. محصلة القوة في تجاه باردو في تجاه اقتل كام بساوي زيرو? ہین انا عندي احضب اه. انا عندي تي ١ مينس تي وان اكس ايه. تي ١ مينس تي وان اكس بساوي زيرو تي跟大家 بساوي تي وان اكس الى اللي بساوي كام تي وان كوزين تلاتين؟ تمام؟ دي دة القيام بتاعتي. يبا تي تو فالتو يحتوي إلى 40 نيوتن ثالثوية قوزين 3 تقوم بالتحقيق ب 35 نيوتن سوف نتعلم ان خلالك في هذه الحالة أخيرة نحن نتعلم أنها سحتوى X Component Cancel وبالتأكيد لنجد كأن تتو يحتوي إلى 35 نيوتن والوزن الجسمي يحتوي 20 نيوتن والتو بيحتوي 40 نيوتن شكرا لكم